تنطلق اليوم في واشنطن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة نحو عشرة ألاف شخص يمثلون وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدنية وذلك لبحث تعزيز النمو العالمي غير المستقر وغيرها من قضايا السعر الغموض سيد الموقف أمام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فالتصعيد في الشرق الأوسط والحرب الأوكرانية ونتائج الانتخابات الأمريكية فضلا عن تباطئ الاقتصاد الصيني سيكون له نصيب الأسد من اجتماعات واشنطن عشرة ألاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني يبحثون في اجتماعات تمتد أسبوعا تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا حذرت من تداعيات التصعيد في الشرق الأوسط والتي قد تعرض امدادات النفط والغاز للخطر فقد يكون لذلك تأثير أكبر بكثير على الاقتصاد العالمي الغائب الحاضر عن أجواء الاجتماعات هو إمكانية فوز المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل مما قد يقلب النظام الاقتصادي الدولي رأسا على عقب من خلال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمهورية ضخمة جديدة والتحول بعيدا عن التعاون المناخي أما نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديموقراطي فمن المتوقع إلى حد كبير أن تواصل سياسيات التعاون متعدد الأطراف لإدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والضرائب وتخفيف الديون إذا فازت بالانتخابات وبطبيعة الحال سيكون الانتخابات الأمريكية تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية وعلى مستقبل الدولار وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم